اهلاً مشاهديكم ومشاهدي انفاس بريس دمنا حلقة جديدة برنامج ضيف وقضية قضية هذا الأسبوع الطريقة حالياً ومنذ ستة أسابيع يخوض الأساتذة إضرابات متتالية ووقفات واحتجاجات وأيضاً ووقفات أمام عدد من الأكاديميات والمدرية الإقليمية للتعليم الجديد الآن هو هذا الاتفاق المبرم بين عدد من النقابات الأكثر تمتلك مع الحكومة بشأن البعض يتحدث عن توقيف البعض يتحدث أيضاً عن تجميد أو تعليق نظام الأساسي الذي هو محور هذه المشاكل هذه الأمور كلها سوف نتعرف على موقف التنصيقيات من خلالها معنا الأستاذة أمينة النقيري أنت عضو التنصيقي الوطني لأسداد التعليم الثانوي والتأهلي أيضاً مرحباً بك وأهلاً وسلم شكراً شكراً على الدعوة شكراً أستاذ أمين المقالي أولاً نعرف الموقف ديركم داخل التنصيقي الوطني الأساسي ذات التعليم الثانوي التأهلي على هذا الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات بشأن تعليق العمل بالنظام الأساسي والتحاق بالأقسام والمدارس شكراً أولاً تنصيقيات التنوي التأهلي أولاً قبل ما نقول الموقف ديالها لأن الموقف راه واضح في البيان التنديدي لصدراته البارح أولاً تنصيقي الوطني التنوي التأهلي لأنا كنت مثلها اليوم تلقت الخبر بنوع ميناء دهشة مع أن ما كناش كانت وقعه كتر صراحة هذا الشيء لش البرنامج النظالي ديالنا كان مسطر مسبقاً يعني في سبتليفات كان جلسوه كانش جامعوه إقليميان وجهويان ووطنيان باش نسطروا النظام للبرنامج ديالنا النظالي لهو أربعة أيام إضراب من يوم الاثنين إلى يوم الخميس ثم أيضاً وقفة أمام الأكاديميات والمدريات لها يوم الأربعاء وأيضاً بالنسبة ليوم الجمعة والسبت كان هناك وقفات وسط المؤسسات ساعة أولى تدريس ووقفة ساعتين ثم ساعة تدريس وأيضاً بالنسبة للسبت ساعة تدريس ووقفة ساعتين ثم ساعة أيضاً تدريس إذن البرنامج نظالي ديالنا كان مسطر مسبقاً لكن مع ذلك رغم أن البرنامج كان مسطر مسبقاً إلا أننا كنا ننتظر مخرجات اللقاء اللي كان متوقع ما بين النقابات الأكثرزمتيلية وأيضا مع الحكومة كانت تفاجئوا بالمخرجات ديال اللقاء اللي كيقول بأنه جميد القانون الأساسي لنظام الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية وفاش كنقوله جميد فنحن نتحدث عن مصطلح اللي وغير قانوني فاش كنقول جميد شنو كنقصد بجميد احنا كنعرفه جميد ممكن يتجمد إلا كان مشروع قانون مشروع قانون اللي هو ويتتداوله مثلا إحدى الغرفتين وكيكون باقي فيه نقاش مستفيد مع الأعضاء ديال البرلمان أو للمجلس ديال المستشارين وبالتالي كنقوله ظالة هذا مشروع قانون نجمده هذه صفة قانونية يعني عند الحق ديال وحدة من الغرفتين أنها تجمد هذا المشروع ديال القانون لكن نحن نتحدث عن قانون قانون اللي خرج وخرج في الجريدة الرسمية إذا فاش كتقول لي جميد هنا كان بدو كان تلاعبوا بالمصطلحات وزير التعليم قبل كان كيتحدث عن الجويد في مجموعة من اللقاءات كان كيدوي على الجويد لا الجويد النظام الأساسي اللي احنا يرفضينه أصلا من بعد انتقلنا من مسألة الجويد إلى مسألة الجميد وهذه واحد الحاجة اللي احنا كنرفضوها بشكل مطلق اللي نفاش كتقول لي أنا غادي نجمد وعندك واحد طبقة كبيرة جدا اللي هي كالطالب بسحب النظام الأساسي أو إلغائه يعني كان من الأجدر تكون هناك حسنية ويكون هناك سحب النظام الأساسي اللي كنعرفوا بأنه ممكن يتسحب بمرسوم أيضا الإلغائه ديره ممكن أن يكون بمرسوم وبالتالي هاد المخرجات ديال الحوار صراحة كانت ضعيفة جدا لأنه ما كانش كتنتظر هالشغلة التعليمية على الأقل كنت تنون رئيس الحكومة أن تكون عنده الشجاعة الكافية والجرأة الكافية ونحن شجعنا فيه المسألة ديال أنه هو يتحاور بيديه مع النقابات الأكثر تمثيلية في اللقاء الأول عاد من بعد يمشيوا اللجنة اللي شكلها واللي يتهي فيها النقاش ديال أنه هي اللي تبقى من بعد أنها تناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ولكن فاشغل كتكون هاد النقطة اللي هي شجاعة وتحسب له ولكن من بعد المخرجات تكون المخرجات اللي هي ضعيفة هنا بطبيعة الحال الشغلة التعليمية ستتواصل النضالات ديالها لأن المطلوب ديالها بسيط سهل ونحن قلناه في لقاءات لية كتير جدا وقلت هنا فيها حالة الطاولة قلت بأنه رايش شغيل التعليمية ومستعد من دابة أنه إلى النظام الأساسي تحب أو لا تلغى بطبيعة الحال بمرسوم لأنه ما يمكن المرسوم يتلغى إلا بمرسوم قانوني ويخرج في الجريدة الرسمية ورجال التعليم ونساء التعليم كلهم استعدين أنهم يدخلوا يقرروا وعاد من بعد نرجعوا لطاولة الحوار إذن فاشكا لقى بأن هذه المقترحات كلها ما تخدش بعي الاعتبار مع العلم أن فاشكا ندوي على النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية راهية عيشة وسط الشارع وكتعرفة شنو كان وكتعرفة شنو المطالب ديال الأساتي ده سواء كانوا في تنسيقيات أو لغير تنسيقيات عارفين بأن الهم ديالهم الأساسي هو إسقاط النظام الأساسي واللي كيسميه النظام ديال المآسي لأن ما فيه تشهي نقطة إيجابية كتخدمني رجل التعليم ولكن مني كنت تتكلمه أستاذ أمين على القوة التفاوضية والآلية التفاوضية فبالحال ما ممكنش ناخده أكثر وممكنش نعطه أكثر ضروري كل الطرف كيتنازل على واحد الأمر نحن أمام مصلحة تلميذ الآن تلميذ نقاطع على الأقسم دياله واحد شهرونس يعني ستة أسابيع ندخل الأسبوع السابع التوالي وانتم داخل التنسيخين دائما ترفضون العودة إلى الأقسم إلا بالإسقاط التام مزيح الآن لما بدأ التفاوض رح نصبرنا عليه لمدة سنتين 26 اللقاء كان هناك تفاوض ما بين الحكومة وما بين النقابات الأكثر تمثيلية حول إخراج هذا النظام اللي كان سمي ديما أنا إخراج مولود اللي كانت لنا واحد المولود بخلقة جيدة وحسنة وترضي تطلعات الأساتدى والأستادات فإذا بينك القوم مولود اللي هو مشاوه خلقا وخلقا بجوج بيهم اشتركوا في القناة